يقول السائل هل من حرج على طالب العلم أن يقرأ من تفسير الرازي أو الزمخشري قبل أن ترسخ قدمه في العقيدة لأن بعض الناس يحيل الطلاب على هذه المؤلفات نعم المؤلفات التي في التفسير فيها كلام من كلام المعطلة لا يجوز للمبتدي أن يقرأ فيها ولا يجوز للمعلم أن يحيل عليها إنما العالم الذي عنده تمكن وعنده معرفة لما فيها من الأخطاء هباساً يطلع عليها ويأخذ مما فيها من الفوائد ويترك ما فيها من الخطأ أما طالب العلم والمبتدي فهذا يبتعد عنه لأنه قد يغتر بما فيها ويروج عليه ما فيها من الأخطاء نعم